الأول من أيار عيد العمال العالمية استقبلته بحذرنا المدينة التي تواجه تحديات عدة بعد خلاصها من إرهاب داعش بالكامل أبو يوسف الدهان عامل موصلي يعمل على طلاء سياج أحد المتنزهات في الموصلة وملامح الطعب ترتسم على وجهه الذي اتسخ بالطلاء ولسان حاله يقول إذا لم نعمل فالجوع والحرمان مصيرنا المحتومة اليوم عيد العمال العالمي والدوار كلها معطلة والعامل دا يشتغل لأنه ما حدي لأنه اليوم اللي ما يشتغل به العامل يحس يعني بنقص بيش يعيش ما عنده مصدر يعيش واستذكرت غالبية الطبقة العامل عيدها في الموصلة بالبحث عن العمل وقوت يومها بدلا من الاحتفاء به والذي اختصر على مؤسسات الدولة فقط وانطلقت أمنيات العمال بأن يكون لهم حقوق وضمانات صحية واقتصادية وقانونية على غرار بقية البلدان يعني اليوم أبسط يوم على مودة العمال جاء حزار العمال جاء حشاف العمال المقرودة هنا تعبان حالتها اللي قاعدين أما يجي والله هذه البطاقة ما المرشحين تخبوا فلانا بعد دول القرب كلها محتفلة بس احنا الموصل ما محتفلين دائما ما نحتفل يعني هو هذا عيدنا اليوم مقابل ذلك نظم اتحاد نقابة العمال في نينوى احتفالا بسيطا بهذه الذكرى في رسالة بدأ خطابها واضحا ويدعو إلى الاهتمام بشريحة العمال التي تضررت مصالحهم ومعاملهم والتخفيف عن معاناتهم لكن الاحتفال لم يشهد حضورا رسميا من قبل حكومة نينوى المحلية رغم توجيه دعوة رسمية لها طالب الحكومة المركزية والحكومة المحلية بإعادة حقوق الطبق العاملة وكافة حقوق الطبق العاملة من حيث انهم المحلات دمرت والمعامل دمرت كل دوائر الدولة حضرت لكن ما عدا مسؤولين اللي هم على دفة المسؤولية كالسيد المحابض او من يمثلوا او سيد رئيس المجلس او من يمثلوا لم يحضروا مراقبون دعوا مجلس النواب الى تشريع قوانين توفر مضلة قانونية تحمي العمال من محاولات استغلال جهدهم من قبل ارباب العمل كما تفعل النقابات العالمية وبالرغم من ان اليوم عطلة رسمية في مختلف دوائر الدولة الا ان العمال المعنيين بهذه المناسبة لا يستطيعون الاحتفاء بها لان مستحقاتهم المالية تقطع حال عدم التزامهم بالعمل من الموصل هيثم احمد الحرة ترجمة نانسي قنقر